اشتركوا في القناة كما يظهر هنا لنصف العلاقة بين المدخلات والمخرجات فنبدأ بالمدخلة مثل 15 كما يظهر وبإجراء العملية عليها بجمع 5 ينتج 20 وهي المخرجة ونستمر بتطبيق القاعدة على جميع المدخلات للحصول على المخرجات بتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستطيع إكمال الجدول التالي الذي يربط بين عمر النعامة وعمر السلحفاء إذا عرفنا القاعدة أن عمر النعامة أكبر من عمر السلحفاء بأربع سنوات يعلمنا هذا الدرس كيف ننشئ جداول الجمع والطرح لدالة ترجمة نانسي قنقر